اشتركوا في القناة عام 2001 ويتسع لعشرين ألف مصل وزائر حيث اطلع على ما يضمه الجامع من مرافق وصلاة ومكتبة عامرة بصنوف الكتب والمؤلفات واستمع إلى شرح حول تاريخ بناء الجامع والأساليب الفنية التي استخدمت في عمارته ذات الطراز الإسلامي المتميز بنقوشه الفريدة المستوحات من العمارة الإسلامية والعمارة العمانية العريقة وقد أعرب وزير الخارجية ووزير شؤون مجلس الوزراء عن الإعجاب بهذا الصرح المعمري الرائع الذي يعكس الجهد السخي الذي بذله المغفور له بإن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله في إعمار بيوت الرحمن في سلطنة عمان بما يرمز إليه من جمالية التصميم والتنفيذ المتميز مشيدين بالتصميم المعمري الفريد الذي يبرز جمالية العمارة الإسلامية والعمانية وزخارفها ونقوشها المميزة كما أشهد الوزيران بجهود السلطنة في عهد صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بالاهتمام بإعمار بيوت الرحمن وتعزيز القيم الإسلامية السامية وتكريس النهضة العمرانية بالمحافظة على الإرث الحضاري العريق لهذا البلد العزيز متمنيين لسلطنة عمان دوام تقدم والرقي والازدهار